اهلا وسهلا بكم يا بختنا اخيرا دكتور رضا مصطفى شلش منورنا في الستوديو مش بس على التليفون طبعا حضراتكم عارفين اكيد دكتور رضا مصطفى شلش يعني الاستاذ بجماعة جورج ميسن الاستاذ الزائر بجماعة الامريكية منورنا يا دكتور الله يخليك شرف لينا الله لا دانا لا تشرف يعني دايما نقول ان احنا العلماء المصريين منورين في كل حتة في الدنيا وكنت بقول وصححني في ده انه من اهم اسدت الذكاء الاصطناعي والروباطيكس والمعلومات في الولايات المتحدة الامريكية وفي العالم مصريين عندنا اسماء مزهلة نعم نعم دي حقيقة يعني احنا يعني انا لما وصلت كنا مجموعة صغيرة في جامعة وبعد فترة لانها عدد كبير من المصريين بتدوا يخشوا نفس البرنامج بتاع الزكاء الصناعي وتعليم الآلة فتقريبا دي كانت توجهات ممكن من البلد ممكن برضو على انها كانت ترند في الفترة ديت وبعدين الزكاء الصناعي هو كان خايف بالأول يعني موجة كده لكن دلوقتي بقت حقيقة فعشان كده لما بالخبرات بتاعتنا وبقينا كتير قوي من المصريين مهتمين فيها اللي في الأبحاث واللي في مجال الشركات وفيه اللي أسس شركات للذكاء الصناعي وبقى ناجح فيها كويس جدا دلوقتي جورج ميسون من الجامعات المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية واللي معروفة جدا في أقسام التكنولوجيا بتاعته رحلتك مع جورج ميسون بدأت إمتى؟ ها دي طويل يعني في أواخر في ميد ناينتيز كده يعني أنا وصلت أمريكا وبعدين كان فيه بيسموه هي جمعة العرب في الحقيقة عشان فيها جالية عربية فيها جالية عربية كبيرة قوي وبعدين هي من قريبة من الواشنطن دي سي في يعني الميكس بتاع العرب والسياسة والصفرات فكل الميكس دا كان موجود الرحلة ابتدت هما هي كانت جمعة في بداية مشوارها لكن كانت جمعة طموحة جدا يعني أنا زي ما قلت حضرتك أني رئيس الجمعة نفسه كان عايزي يخليها زي أعظم جمعة في أمريكا ستانفورد وكان دا وكانت ولزالت الجمعة لها رانك كويسة قوي لكن الجميل اللي احنا شفناه في الفترة دي أني كان مثلا مؤسسين كل المجالات في الزكاء الصناعي في الإحصاء في الرياضيات كانوا بيستقطبوهم في الفترة دي يعني كان من حصن حظ أن أنا أتعلم على إيد الأسازة دول بجد أنا الحد دلوقتي مش قادر أتصور أني أنا كتبت وذكرت مع أستاذ مؤسس الزكاء الصناعي أستاذ من كان الأول أو الثاني أو الثالث في مجال الإحصاء في الكمبيوتر فيجن في الكمبيوتر جرافيكس كل الناس دي كانت بيتيجي من أكبر الجماعات ويجبوها لجورج ميسون لما سبت جورج ميسون تقريبا كان فيها خمس جوائز تقريبا نوبل برايز في مجالات مختلفة يعني الزكاء الصناعي حصل برضو يعني جورج ميسون موقعها مع الجوبرنمنت فبيسهل لي كونتراكتس معها يعني العقود وأبحاث مشتركة أنا شاركت في أبحاث كتير قوي مع الأستاذ بتاعي كانت من الإيرفورس وكان في السلاح الجو والأرمي والناشونال سيكوريتي وحاجات زي كده كان عندنا عقود معاهم كتير للأبحاث في استخدام الزكاء الصناعي والتكنولوجيا المعلومات في الفترة دي يعني هذا الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وصل لأي مرحلة في أمريكا وفي العالم هو وصل لمرحلة تشوف يا حضرتك هو في الأول بيبقى هي موجة الموجة دي بتبقى يا إمه أنت بتقابلها بخوف وتردد وحصل ده لأنها مش النهاردة بس لكن بعد ما وصلت لأنها حقيقة أصبح دلوقتي كل العالم في حالة أول حاجة بيتم الاستثمارات الاستثمارات هتوصل تقريبا لـ 50 بليون دولار مع نهاية السنة دي 50 بليون دولار متقسمة بين موضوع جينيراتيب أي آي وموضوع الشركات الناشئة أو الثلاثة أربع شركات الكبار في مجال الزكاء الصناعي ده هيتم هيتم كده التوقعات بقى الـ ROI بيسموها أو return on investment هيبقى كام من الـ 50 بليون هيبقى ممكن 1-2 ترينيون دولار في الفترة اللي جاية يعني في فترة قصيرة مش هنعدي 20-30 ألا ما تكون نفس وصبنا للميزانية دي السبب الحقيقي إن هي بقت يعني مش مجرد كلام إحنا بنقوله ده بقت حقيقة بقت حقيقة بنلمسها في الشارع في المكاتب في الأعمال بتاعتنا إحنا في موسم دلوقتي في أمريكا طبعا وفي العالم كله موسم الضرائب حاجة بسيطة جدا دلوقتي بقت بتكنولوجيا الزكاء الصناعي هي اللي بتعمل الملفات وهي اللي بترجحها وهي اللي بتصحح الخطأ وهي اللي بتتوقع إن في حاجات هي يعني خطأ متعمد أو خطأ مش متعمد في حاجات خرجة عن القيم العادية أو ليلة من القيم العادية ده كله نوع من الـ Automation يعني بدل ما أنا عايز 10-15 موظفي يعملوا لي العملية دي في برنامج صغير هو اللي بيعملها لي ويقدم لي الـ Report فبقت حقيقة إحنا لمسينها الحقيقة اللي إحنا بقى يعني ممكن إحنا مش كلنا لمسين معظم الناس لمسين الحتة بتاعة الضرائب دي عشان بنجي كلنا في آخر السنة بنقدم ضرائب فبقت لكن الحاجة الأكتر بقت دلوقتي بقت موجودة تكنولوجيا في السيارات الجديدة اللي هو الجيل الرابع والخامس دلوقتي دخلين فيه سيارة سيارة مثلا دلوقتي بقت فول اوتوماتيك بتقف قدام الباب الباب يفتح لك وبقى فيه سيارات قيادة ذاتية وبعدين دخلين اه بالزبط ودخلين على السيارة نفسها دلوقتي يعني كل الـ دي بيت دلوقتي على ما عرفش اقول اسم الشركة ولا لأ لكن تسلا طبعا من العربيات اللي بتحط اسم بتحط العنوان وبتحط بتركب بتوصلك لنفس الموضوع يدوبك مجهود بسيط اللي انت ممكن تمسك التارت العجلة او الستيرنويل الاخطاء اللي ممكن تقابلك في الطريق هي بتقولك الاشارات هي بتوقف في الاشارات نفسها بتوجه يعني فالتكنولوجيا بقيت انت حاسسها بقيت عايش فيها بدمت عايش فيها يبقى بتتعامل معها وبتتبناها اكتر فاصبح دلوقتي ولو اتأخرت اكتر من كده هتبقى متخلف عن الركب اللي هو ساير او زي ما بيقوله يعني فده اللي احنا انا تقريبا تلات سنين لحد الوقت بتكلم على نفس الموضوع لان احنا لازم نلحق كانوا ينصحونا في الشركة ان يعني خليك خليك مواكب للي بيحصل حوالك لان الترند هو ترند وبعدين بعد الترند بقى حقيقة والحقيقة مش لازم تفضل معها لحد ما هتفضل محيطة بيك لان هيبقى فيه برجر جاي عليك من المجتمعات الخارجية جزء من واقع عامل الانسانية بالزبط فلو طلعت براها ما تقدرش ما تقدرش تنزل لها تاني ولو تأخرت ما تقدرش تلحقها يعني لانها بتجري بسرعة كبيرة جدا يعني مش مجرد انه هو برنامج بيت لا ده برنامج بقى دلوقتي بقى في كل حاجة بقى يعني سمارت سمارت ستيس كلها سمارت كارز سمارت فونز السمارت هاوس اللي إحنا عايشين فيه الكمبيوتر نفسه بقى سمارت قوي كل الحاجات اللي حوالينا بقيت بتتعامل من نفسك فأنت مش هتقدر مش هتقدر تفرم للتقدم بقى ولازم تلحق الأطف ولازم تلحقه لازم تلحقه وده هو السبب الأساسي للدول كان موجود أنا تكلمت قبل كده ده موجود وبيبقى محتكر دايما على الصناعات السقيلة وعلى الحكومات وزي ما ابتدنا في الأول أنا اشتغلت على أزيد من برنامج خاص بالحكومة والإيرفورس والحاجات دي فهو في الزكاة الصناعية ده في الإيرفورس موجود من زمان موجود في الدفاع في كل الحاجات المواطن العادي لأنها كانت بتكلف كتير أنظمة الدفاع وصناعات العسكرية المتقدمة وما إلى زي بالزبط بالزبط ده لأن دي ميزانية كبيرة ميزانية الجيش والدفاع بصفة عامة كمان هي بتبقى سيكرتيف كمان في حاجات اللي هي بتت العائد بتاعها كبير وتكلفتها أكتر دلوقتي بقت تكلفتها في متناول أي ناس أي مجموعة من الشباب يقدروا يكتبوا برنامج للزكاة الصناعية مش محتاج أنك تبني طيارة مثلاً ولا حاجة ويبدأوا يشتغلوا على أن هم يأسسوا باللي هم بيعملوا ده شركة ناشئة بالزبط عشان كده الاستثمارات دية الفيفتي بليون كل مجموعة من الشباب بيقدموا على شركة عندهم أفكار جديدة بتسهل الأوتوميشن اللي إحنا بنتكلم عنه اللي هو تسهيل الحياة على في مجالات أنه أنت ما تقدرش كل يوم هتعمل الروتين بتاع كل يوم ده اللي هو وصلنا للمرحلة اللي إحنا إيه إذا كأصناع بيسيء بيشيل الآلة من جوانا خالص العمل الآلة ده بنشيله وتحول هو الآلة تعمل الأعمال خرج الآلة من جوانا حطها على الداسك هي اللي هتقوم بينا ونتفرغ إحنا الحاجات اللي هي الاختراعات والإبتكارات والإبعاد بالزبط ونتطور الآلة أنا هستأذن هروح لفاصل وعايز أرجع بعض الفاصل عايز أتكلم على مستقبل تكنولوجيا الزكاء الاصطناعي في مصر مستقبل الأبحاث الزكاء الاصطناعي في مصر مستقبل استثمارات الزكاء الاصطناعي في مصر إلى آخر ولكن هستأذن نروح لفاصل برضو بسرعة جدا ونرجع مرة تانية مع دكتور مصطفى شلش واحد من أهم علمائنا في هذا المجال تحديدا الأستاذ بي جورج ميسون وأيضا بي أستاذا ذائرا بي زائرا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة استنون نا إحنا نكمل حاجات دي الحاجات دي بتنظر لكن يعني بعد ما نطلع من دي الحرقة أحاولها فأخيري وجدد الترحيل مرة تانية بالدكتور رضا مصطفى شلش الأستاذ بجامعة جورج ميسون بفيرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية والأستاذ الزائر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وكنت بتكلم على مستقبل كل ده في مصر طبعا زكاء الصناعي مستقبله هو عشان يبقى فيه زكاء الصناعي لازم يبقى فيه حاجة اسمها ديجيتال ترانسفورميشن التحول الرقمي وأفتكر يعني متابعتي للموضوع في مصر احنا خدنا خطوة كبيرة قوي من الحكومة ومن أزيد من اتجاه والشركات ابتدى يبقى فيه تحول رقمي بدون فيه تحول رقمي وفيه معلومات جاهزة على الكمبيوتر مش على الورق يبقى احنا دلوقت جاهزين يبقى الزكاء الصناعي انطبوفت يعني لازم يبقى عليها هيقدر يستخدمها ازاي دي برضو هتبقى توجهات لاني بيسموها مشان كريتيكال يعني حاجة اما وأولويات الدولة الأول الأولويات دي هتبقى نوع من الاوتوميشن لانها هتنظم لنا المعلومات هتاخد لنا قرارات هتساعدنا في اتخاذ قرارات مش لازم تاخد دايما في اتخاذ القرارات بيتاخد خطوتين يعني اما قرار هو الكمبيوتر نفسه هياخد القرار نهائي من الـ A to Z او هدينا خطوة لقبل الخطوة النهائية يعني هو ازا خدت القرار يبقى هو هيدغط الزرار هيددينا القرار وياخد الأكشن بتاعه لا انت بس ادينا الخطوة الهائية قبل الخطوة اللي هو يضغط الزرار ده وياخد الأكشن ايه وبالزبط وحنا هنقض الأكشن احنا فده ده سيمي اوتوميش فهو افتكر ان اللي هيتم في الفترة اللي جاية في مصر زي ما تم في امريكا وفي بعض الدول انه هو هيتم خطوة اللي هي قبل الأكشن دوت اللي هو هياخد لي هياخد كل المعلومات وهياخد كل القرار ويديني تحليلات ويديني التوصيات وبعدين هيديني الركم بالزبط التوصيات دي واحنا القرار يطلع اللي حضرتك بقى في الآخر انا اخد انهي قرار فيهم وممكن يديني مع كل قرار الامباكت فاكتور اللي هو لو انت اخدت القرار الاولاني مية في مية هتحقق كذا والنتائج كذا عشان يبقى فيه ريسك فاكتور يرجح في الآخر للسي او والإبارة ده احد الحاجات التطبيقات احنا يعني فيه السيكوريتي طبعا ده مجال مهم جدا في اي بلد الكاميرات في كل ماكن حتى يعني دلوقتي دخلنا في مرحلة البيهيفيور اناليسيز اللي هو كنت باب باسأل نفسي وانا ماشي يعني واحد لما انا هقف قدام الباب بتاع الشقة بتاعتي الباب هيفتح لي يعني زي السمارتفون ببصمة الايديا اما بالفيس ركو نيشن بيفتح لك الباب طب لو في واحد ماشي كده وبيعمل اي حاجة غريبة كده هل الباب ده هيعرف يعمل لي حاجة ولا لا فهيبقى هو ده مرحلة البيهيفيور اناليسيز ودي بقى يحلل السلوك والتصرفات بتاعتي هيبدأ مش بعيد يحلل البيوماتريكس يعني يبص عينين نبض الدم نبض القلب الدم ضغط درجة الحرارة اه ده ده جاي في الطريقة اه جاي جاي ده دولة افرم الخيال العلمي اه اه هي ما هي هو اصل زكاة الصناعة ابتدى يعني نوع من الخيال العلمي كده وابتدت حقيقة يعني طب مستقبل الابحاث في مصر هو الابحاث بصفة عامة حتى في امريكا ابحاث يبقى فيه تطبيق فيه فاند لها يعني لازم يبقى فيه فلوس للبحث يعني يعني احنا انا ما استغلتش الدكتوراه على بحث وكان بحث مهم جدا الا ما كان ما عندنا فلوس ليه يعني كان فيه فلوس عشان نطبقه لاني دي الابحاث دي عايز تنفذ على كمبيوترات ضخمة وعلى معلومات وكده فيبقى فيه دعم له اه من اي جهة اه بعدين التطبيق بتاعه اه فترة من فترة البحث الفترة التطبيق تقريبا بتاخد عشر سنين دلوقتي مع 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 وجود التكنولوجيا اللي قلت الفترة ممكن تبقى خمس سنين اللي التطبيق اللي هو ايه اللي كنت تلاقي بروضك تطلع من رسالة دكتوراه مثلا لانها عمل ما تتأكد وتتم فابتدت دلوقتي مع مع وجود الديجيتال ترانسفورميشن الفترة دي كل شوية بتقل مجرد ان البحث بيطلع دلوقتي بنقدر نوصل لناخد منه خلاصة وكده الهايب يعني فيه كيرفات كده لكل تكنولوجيا جديدة التكنولوجيا بتاعت الزكاء الصناعي طلعت لمرحلة المرحلة الهايب اللي كل الناس بتتكلم عنه زكاء الصناعي وكل الناس عايزة تعرف يعني ايه زكاء الصناعي ومعظم الناس خمسين في المية مش فاهمين يعني ايه وفي خمسين في المية بعد شوية بقيت اللي هي مرحلة التطبيق مرحلة التطبيق وبعد مرحلة التطبيق مرحلة الانتاج وإحنا بقينا في مرحلة الإنتاج دلوقتي في زكا الصناعة ففي مصر فهي الأبحاث هتفضل ماشية هم مجالين دلوقتي موجودين وكانوا موجودين في مصر وموجودين في كل العالم اللي هو الناتشورال لانجووج بروسيسن دي موجودة اللي هم تاخد المعلومات دي مكتوبة وبيقراها وبيفهمها بس عشان كبرت وبقت معلومات ضخمة فتحولت من الناتشورال لانجووج لحاجة جديدة اسمها لارج لانجووج مدري بقى ال اللم وتحولنا من الزكاء اللي هو المحدود اللي هو الزكاء الصناعي المحدود اللي الـ Generalized AI اللي هو الزكاء المعمم أو الأوسع وده الخطوتين اللي جايين وده هي كل الأبحاث شغالة دلوقتي أما الـ Relevancy المواكبة ما شوف يعني أنا حتى كنت بقرأ أبحاث وأنا في أمريكا أقول لها حد دلوقتي لأسات ذا في مصر ففيه Relevancy بس يقد إيه إحنا طلعين يعني نسبة الأبحاث لازم يتعمل ضخ تمويل هذه الأبحاث حتى تصل لمراحل التطبيق لازم وتطبيق 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 واتصالها بالشركات يعني أنا كنت باحث في جمعة عشان أطبق الحاجات دي رحت للشركة نفسها وطبقت في الشركة وعملت أبحاث كبيرة جدا وعملت تطبيقات كبيرة وحصلت منها على أبارات اختراعات هناك في الشركة فكل دي خطوات لازم تتم يعني إحنا لازم يبقى بيسموها فيه إيكو سيستم فإيكو سيستم بتاع الزكاء الصناعي لازم يكون موجود في مصر إحنا فين فيه؟ موجود طبعا أنا قلت لحضرتك يعني أنا يعني 100% موجود في المجالات العسكرية والحربية ده يعني موجود إلا أنا بتمنى أن إحنا ما نفضلش نفضل نشتري الزكاء الصناعي يعني نوصل لمرحلة أن إحنا ننتج زكاء صناعي في البلد إحنا عندنا ده لازم يتطلب شجاعة وإقدام من القطعات الاستثمارية المصرية يعني ومش هتخسر الزكاء الصناعي مش هيخسر ما بيخسرش الـ return of investment لما بتكلم في 50 بليون للبابل خلاص يعني موجود أبسط أبسط حاجة دليل السندية على جميع شركات الزكاء الصناعي في قيمتها في البورصة طلعت تقريبا من 3 إلى 4 أضعف يعني حمدتك 300-400% آه جميع شركات الزكاء الصناعي النهاردة يعني أنا في متابع شركة كانت 100 دولار من شهرين النهاردة بـ 700 دولار فده شركة واحدة يعني على نفس المستقل في 2030 واحدة أنا ذكرت كلمة شركة من الشركات اللي هي بتعمل السيارات اللي مش عارف إيه متوقعين إن هي توصل 3 تريليون دولار هي دلوقتي قريبة من تريليون دولار يعني يعني ليه لأنه كل ده هيبقى زكاء صناعي كل الاستثمارات دلوقتي دخلت في بداية البرنامج اتكلمت عن كورونا كورونا دي اللي حل المشكلة وشرينك للطايم خلى الوقت بتاعها قليل لأنه نلاقي حلول لها هو زكاء الصناعي لأنه خد كل الأبحاث 3000 بحث اتقروا بطريقة يعني جيدة جدا أسرع بكتير من الخدرة البشرية بالضبط وبالتالي اتعمل تحليل بيانات أسرع بكتير وبالتالي خرجت النتائج أسرع بكتير والنتائج والركمنديشن زي ما قلت لحضرتك كده بالمباكت فاكتور بتاعها فراحت جهزة كده على شركات الفارماسي وبدأوا ينتجوا اللقاح وقدروا ينتجوا الحاجات دي دكتور أنا كنت عايز نعود أكتر من كده بس للأسف الوقت جري لكن أكيد هنقض بقى طالما حضرت الجامعة الأمريكية وكده فإحنا هنلاقي دايما وقت نعرف أن احنا نقابل حضرتك فيه وأنا عارف أنه وقت العلماء دائما ثمين بس أنا هبقى بزن عشان عايز أستفيد شكرا جدا يا دكتور كل الشكر لواحد من أكبر وأروع علمائنا الحقيقة الدكتور رضا مصطفى شلش وزي ما بقول لكم كده العلماء المصريين لو أنت بس ركزت لا بص دور في الجامعات الأمريكية الكبرى يا سيدي مش كله أمريكا فيها ألاف الجامعة هتكتشف عدد من المصريين يخض حظنا الرائع أن احنا معانا أحد هؤلاء العلماء في هذا الستوديو حظنا الأروع أن احنا أكيد هنلتقي بيه مرة واثنين وثلاثة بالتأكيد علشان نستفيد قدر الاستطاع مرة تانية كل الشكر دكتور رضا مصطفى الشلش الأستاذ بجامعة جوج ميسون فيرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية والأستاذ الزائر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة خلصة الحلقة لحد كده سوان يوجد موجود معاكو كريم رمزي ولعل الزكاء الاصطناعي هيساعد فيما بعد ذلك كريم في تحليل المباريات وفي اختيارات اللعبة والمدرين الفنيين وعلى كل بقى المنتخبات اللي في الدنيا مش بس عندنا أما احنا لو كلنا العمر بإذن الله سبحانه وتعالى نقابلكو بكرة لا فيش بكرة يوم السبت إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات